تافقد سمو شيخ مكتوم بن محمد بن راشد المكتوم نائب وحاكم دبينا نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية مقر وزارة المالية بأبوظبيا حيث طلع سمو يرافقه معالي محمد بن هادي الحسيني وزير الدولة للشؤون المالية ومعالي عبيد الطائر على آلية سير العمل وأبرز المبادرات والأنشطة التي تطلع بها الوزارة في الوقت الحالية والتقى سمو فريق العمل في الإدارات والأقسام المختلفة حيث أشهد سمو بالروح الإيجابية العالية التي لمسها من كافة المنتمين إلى فريق العمل مؤكدا أن المرحلة المقبلة تتطلب مضاعفة الجهود والاستمرار في تطوير كافة الأدوات والإمكانات البشرية والمادية التي تضمن تحقيق رؤية وتوجهات القيادة وفق مبادئ الخمسين والتزامات المنهجية الجديدة للعمل الحكومي التي أعلن عنها صاحب اسمو الشيخ محمد براشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رأه الله وقد أكد سموه على أهمية توظيف وزارة المالية كل إمكاناتها لأداء مهمها وخدمتها طبقا لأفضل الممارسات العالمية ومؤكبة المتغيرات الإقليمية والدولية والعمل على تعزيز التخطيط المالي للحكومة الاتحادية والاستدامة المالية العامة ورفع كافة وفعالية تنفيذ الميزانية